اشتركوا في القناة مفهوم الإتقان في تجويد القرآن مفهوم التجويد الإتقان في التجويد هو أن يعتني التالي عناية بالغة بتجويد التلفظ بالحروف أن يحسن التلفظ بالحروف مفردة ومركبة يعني الحرف آ با تا ثا جا وهذا حرف ويحسن أيضا التلفظ بهذه الحروف مركبة فإنه يحصل حال التركيب بما لا يحصل حال الإفراد فمثلاً إذا قلنا يتخبطه يتخبطه فحيننا ننتقل هكذا من مرقق إلى مفخم من مفخم إلى مرقق ومن ضم إلى كسر ومن فتح إلى ضم وهكذا فإن هذا يحتاج رياضة ويحتاج دربة فمفهوم الإتقان هو أن يجود ويحسن ويبالغ في العناية بالتلفظ بالحروف القرآنية القرآنية مفردة ومركبة مع دراسة عميقة للتجويد دراسة نظرية معمقة للتجويد طبعاً معمقة تتدرج يبدأ بالأسهل وثم يترقى إلى ما هو أبسط وأوعب وأعمق وهكذا حتى ينتهي إلى الغاية في التجويد بعد ذلك وأيضاً لا بد أن يراعي المجود الوقف والابتداء لا بد أن يراعي الموجود إذن التلفظ بالحروف بالغ العناية أن يبذل بالغ العناية في التلفظ بالحروف مفردة ومركبة وأن مع دراسة عميقة للتجويد النظري مع دراسة عميقة للتجويد النظري وأن يراعي في أدائه الوقف والابتداء وللوصول إلى هذه المرتبة هناك مدارج ومراتب ومنازل المرتبة الأولى مرتبة التأسيس وهذه المرتبة تقوم على حفظ متن مختصر جامع لأهم مسائل التجويد بينا مفهوم الإتقان في تجويد القرآن وننتقل الآن إلى المدارج المدرجة الأولى هي مدرجة التأسيس وفي هذه المرحلة يحفظ الطالب متناً مختصراً فكما نعلم من حافظ المتون حاز الفنون فلابد أن يحفظ متناً مختصراً في التجويد كتحفة الأطفال مثلاً في البداية ثم الجزرية ثم يزداد وهذه سنفصلها لاحقاً لكن نشير إلى المراحل لإشارات أما التفصيل فسيأتي إن شاء الله إذن يحفظ متناً مختصراً ويقرأ أيضاً شرحاً مختصراً لهذا المتن وقبل أن يحفظه يصحيحه على شيخ حتى يحفظه حفظاً صحيحاً وحين يدرس الشرح يدرسه أيضاً مع شيخ لأنه قد يفهم ما لا يصح يعني أشياء غير صحيحة فلذلك لا بد أن يكون هذا الحفظ تحت إرشاد شيخ إذا انتهى الطالب من هذه المرحلة فعليه ينتقل إلى مرحلة التثبيت وفي هذه المرحلة يكرر الطالب ما حفظه ويعيده سواء كان الشرح أو المتن يكرره حتى يثبت لأنهم كما يقولون إن هناك الذاكرة القريبة هذه ممكن بعض الناس الأذكاء من خمس مرات يحفظ من عشر مرات يحفظ ولكن في الذاكرة البعيدة الداخلية التي ترسخ فيها الحفظ ويتمكن ويبقى معك أبداً دهر هذه لا بد لها من كثرة تكرار ولذلك قالوا ما تكرر تقرر ما تكرر وما ثبت نبت وقالوا إن قراءة كتاب واحد عشر مرات أنفع من قراءة عشرة كتب مرة واحدة فإذا قرأ القارئ كتاباً واحداً وكرره عشر مرات فإنه في كل مرة تظهر له فوائد وتظهر له معاني لم تظهر له في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة فلذلك كلما كرر المت وكرر الشرح فإنه عندئذ يثبت تثبت عنده يثبت عنده ما تلقاه في هاتين المرحلتين والمرحلة الثالثة هي مرحلة التمكن وذلك أن يزيد مثلاً بدأ الأول بتحفة الأطفال وشرحها ثم انتقل إلى الجزرية في المرحلة الثانية في المرحلة الثالثة اللي يتمكن يزيد الجزرية ثم يزيد مثلاً معها لآلئ البيان وهو أوسع بعض الشيء لآلئ البيان له السمنودي ومعه أيضاً السلسبيل الشافي فإذا وصل إلى هذه المرحلة وصار عنده وهذه المتون حفظاً وشروحاً وقرأ مثلاً شيئاً من الشرح المبسط ثم قرأ شرحاً أعلى ثم قرأ شرحاً أبسط وأعمق عندئذ يبدأ الطالب في التمكن وهذه المرحلة مرحلة التمكن تعقبها المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التحقيق والتحرير مرحلة التحقيق أو التحقيق والتحرير هذه المرحلة يستطيع فيها أن يوازن بين الأقوال ويستطيع أن يرجح ويستطيع أن يصل إلى الأدلة ويعني يعمل الدليل في مكانه الصحيح وعندئذ يكون له إمكانية في تحقيق المسائل وتحريرها وكل هذه المراحل من الأولى من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التثبيت مروراً بالتمكين وانتهاءاً بالتحقيق والتحرير كل هذه المراحل لا بد أن يصاحبها شيخ يقرأ عليه ويعرض عليه المتون ويعرض عليه الشروح ويعرض عليه القراءة ويعرض عليه القراءة ولو يعني لو تعددت المشيخة وتنوّعت ولكن كان المشايخ على إتقان عال وعلى ضبط تام فكلما ازداد من المشايخ وكلما ازداد من المتلقى عنهم فإنه يزداد ويترقى ولا يأخذ هذا العلم من الكتب وحدها فإن القرآن لا يؤخذ عن مصحفي ولا يؤخذ العلم عن صحفي علم الفقه والحديث والتفسير وإلى آخره لا يؤخذ فقط من الكتب الكتب صحيح إنها خزائن العلوم لكن هذه الكتب تحتاج إلى إرشاد شيخ وتحتاج إلى بيان شيخ وتحتاج إلى مباحثة شيخ ومدارسة شيخ وفي القرآن يزيد على ذلك أيضا العرض على الشيخ عرض القراءة وتصحيح القراءة وتصويب التلاوة فإن هذا مطلوب في جميع المراحل الأربعة لا ينفك عن أي مرحلة منها بعد ذلك ننتقل إلى المنهجية العلمية والعملية لبلوغ إتقان التجويد قبل أن نتحدث عن هذا فعندنا مداخل ثلاث مختصرة أولا وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم سلمة رضي الله عنها كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا لو أراد العاد أن يعدها لفعل يعني لو أراد يعد بسم الله وفي في رواية كانت قراءته مدا يعني يمكن قراءته يمكن قراءته وهذا هو يعني امتثال لقول الله عز وجل وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيله امتثال أيضا لقوله تعالى وردت للقرآن ترتيل قال ابن عباس أي بينه بيانا ومن هنا كانت عناية الأمة بالتجويد والترتيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن مجودا وأنت حين تقرأ القرآن بالتجويد أنت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن اختلافهم في حكمه الوجوب ولا الاستحباب لكنه أنت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم تفعل تقرأ كما كان يقرأ فإن القراءة التي يعني يعني نقلها القراء هي متصلة بالحضرة النبوية الأفصحية كما نص على ذلك الإمام البغوي في مقدمة تفسير معالم التنزيل وإن الأمة كما هم متعبدون بالعمل بالقرآن وحفظ حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه على الصفة المتلقات عن أئمة القراءة المتصلة أسانيدهم بالحضرة النبوية الأفصحية فهذه القراءة كما جاء عن زيد بن ثابت ومحمد بن المنكذر وغيرهم سنة متبعة ولذلك فإن الأمة تابعت وتأست واقتدت بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقل هذه القراءة التابعون وتابع التابعين قال 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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها مدها هل هذا المد يؤثر في المعاني لا يؤثر في المعاني لكن قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله لأن القراءة سنة متبعة القراءة سنة متبعة ولذلك قال ابن الجزر رحمة الله عليه في في النشر قال إنني تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة يعني ما في أحد يقرأ بقصر المتصل إذن الذي يقرأ بقصر المتصل هذا هذا اخترع قراءة من دين نفسه وأما التجويد عند علماء القراءة فهو كما قال الحافظ أبو العلاء الهمداني العطار حافظ المشرق رحمة الله عليه في كتابه التمهيد قال إن تجويد القراءة وتحبيرها هو تصحيح الحروف وتقويمها إخراج الحرف الصحيح أخرج السين سين صاد صاد ضاد طا ضا ما تخرج ضا ولا تا ولا دا تخرج حروف صحيحة قوية من مخارجها قال تصحيح الحروف وتقويمها وإخراجها وإخراجها من مخارجها وترتيبها مراتبها وردها إلى أصولها وإلحاقها من ظائرها من غير إفراط مؤد إلى التشنيع يعني من غير ما يبالغ في الحرف بزيادة ويتكلف بزيادة ويحاول يعني أن يتقعر في القراءة لا من غير إفراط مؤد إلى التشنيع ولا نقصان يفضي إلى التضييع ولا نقصان يفضي إلى التضييع فهذا هو تجويد القراءة قال مع ملازمة الرفق والسهولة ومجانبة الشدة والصعوبة ونحو ذلك ذكر غيره من الأئمة كما ذكر ابن الجزر في النشر وفي غيره قال ابن الجزري ولا أعلم سببا لبلوغة النهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن يعني أي أن هذا الوصول إلى التجويد يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى رياضة اللسان يحتاج إلى أن يضبط أولا يضبط الحرف عند الشيخ ويتقن المخرج ويتقن الصفة ويضبطها ومع ذلك يكرر قال مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من المحسن المتقن المقرئ المتقن المحسن للتلاوة الضابط للرواية إذا تلقيت من فمه الحرف صحيحا متقنا تكرر قال ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقن والتجويد وبلوغ غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن ولكن الألسن هذه تتريض على ماذا وتتدرب على ماذا على اللفظ المتلقى من المحسن من المتقن من المقرئ المتقن الضابط ولله در الإمام أبي عمر الداني قال حيث يقول ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره وبفكه وقال في موضع آخر فأول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن أو الواجب على متعلم التجويد ما هو قال إخراج كل حرف من مخرجه المختص به لا نخرج الدال من مخرج الضاد ولا التاء من مخرج الصاد ولا السين من مخرج العين وهكذا نخرج كل حرف من مخرجه وموفا صفاته يعني إذا أخرجناه من مخرجه تصحيحا يمتاز به عن مقاربه يعني مثلا الراء والنون على يعني تقسمات ابن الجزري واللام هذه حروف متقاربة مثلا فلابد أن يخرج كل حرف منها على حده ومن مكانه الصحيح بما يتميز عن مقاربه فلا تخرج اللام نونا ولا تخرج النون لاما وهكذا ولا تخرج مثلا السين صاد وأيضا توفية كل حرف صفته المعروفة به توفية تخرج عن مجانس مثلا الصاد والسين والزاي ثلاثة حروف حروف الصفير تخرج من مخرج واحد فكيف يميز بين هذه الحروف الثلاثة يميز بينها بالصفات يميز بينها بالصفات فلذلك قال إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه وتوفية كل حرف صفته المعروفة توفية تخرجه عن مجانسه يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالا يصير ذلك طبعا وسليقة مع كثرة الترديد وكثرة الرياضة وكثرة التمرين يصير هذا طبع وسليقة يصير هذا طبعا وسليقة قال فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفا حقه فليعمل نفسه بإحكامه حال التركيب يعني إذا كان عرف الحرف أَبَا تَا ثَا جَا أَجْ أَقْ أَطْ أَضْ أَصْ أَدْ هكذا عرف الحرفة وعرف المخرج وأتقنه ماذا يفعل بعد ذلك يعمل نفسه في تخليص الحروف من بعض فلا يدخل مرققا على مفخم ولا مفخم على مرقق مثلا يقول وَا يقول وَا فَا فَا يقول فالله هو الولي فالله يقول فالله فالفاء أنا أقول فاء فهو يقول فاء صحيحة لكن لما نقول له فالله يقول إيش فالله لماذا؟ لأنه تأثر به الحرف المفخم الذي بعده أما يقول مثلا الآن حصحصا حصحصا لا حصحصا حصحصا الآن حصحصا الحق الآن حصحصا الحق فلا بد يعني أن يحكم القراءة الحروف المفردة ثم يحكم الحروف مركبة في الكلمات يحكم الحروف مركبة في الكلمات حتى يميز بين المرقق والمفخم والمشدد والمخفف وبين القوي والضعيف وهكذا فإن هذا لا يظهر إلا مع التركيب قال فكم محسن للحروف مفردة لا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرقق يعني يقول حص حص لا صف الحا هذه من من الصادين اللي في النصة نطق الأولى صح عشان قبل التفخيم الأول يعني خلصها حص حصا لا حص حصا حص حصا حص حصا الحق فحال التركيب يعني تتأثر الحروب ببعض تتأثر الحروب ببعض فلذلك لا بد أن يحسن أيضا اللفظ بها حال التركيب وهذا يحتاج إلى رياضة شديدة فمن أحكم التلفظ حال التركيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب وهذا لا يكون إلا بشيخ وهذا لا يكون إلا بشيخ من خلال ما سقناه من كلام أئمة القراءة المتحققين يتبين لنا معالم الإتقان في تجويد القرآن وهي إخراج الحروف مفردة من مخارجها إخراج الحروف مفردة من مخارجها كل حرف له مخرج يخرج منه وأيضا توفية صفات الحروف هذا حرف مهموس هذا مجهور هذا شديد هذا رخو هذا متوسط هذا فيه صفير هذا فيه تكرير هذا فيه تفشي فلا بد من يعني توفية الحرف صفاته مثلا لو جئنا لحرف الضاد يقول مثلا غير المغضوب هو الآن نطق بالضاد من حفة اللسان لكن نطق المخرج وعدمها الصفات عدم الصفات ما فيه صفات له المغضوب لا فيه استعلاء ولا فيه إطباق ولا فيه استطالة فجاءت كده حرف ممسوخ صحيح إن المخرج صحيح المخرج صحيح لكن الصفات معدومة فطلع هذا الحرف المسخ الذي لا يمت إلى الضاد بصلة غير غير المغضوب ضو 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 مغضوب ولا الضاء ضاء ضاء وليست ولا الضاء ضاء هذه دال مفخمة هذا خطأ في المخرج ولا الضاء ضاء 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 صحيح إنه مفخم صحيح إنه فيه استعلاء صحيح إنه فيه إطباق لكنه ليس من مخرجه الصحيح فهو دال مفخمة فلابد أن يكون من مخرجه الصحيح وموفى صفاته لابد أن يكون من مخرجه الصحيح وأن يوفى صفاته فإذا جاء بالمخرج ولم يوفى الصفات جاء الحرف كما سمعنا وكذلك إذا أخطئ في المخرج وهذا ربما يعني أكثر يكون عند من نشأ في بيئة عجمية يكون أكثر في بعض الحروف قد لا يكون هذا الصوت عندهم أصلا قد لا يكون مثلا في لغتهم الخاء قد لا يكون في لغتهم الحاء قد لا تكون الضاد قد لا تكون العين قد لا تكون الهمزة قد لا تكون وحتى من نشأ فيه يعني بيئات العربية ويتأثرون كثيرا بالعاميات ولذلك لا بد من شيخ موقف متقن يضبط للطالب حروفه من مخارجها وصفاتها حتى يؤديها على حقها إذن إخراجوا الحروف من مخارجها توفية الحروف صفاتها والصفات هناك صفات لازمة اللي الجهر وضده الهمس والرخاوة وضدها الشدة وبينهما البينية والاستعلاء والاستفال والإطباق والامفتاح الصفير والإصمات ليس لها تأثير صوتي وأيضا الإصمات والذلاقة عفواً إصمات والذلاقة ليس لها تأثير صوتي أيضا الصفير التفشي التكرير القلقلة وغير ذلك من الصفات كل هذه الصفات لازمة إلا القلقلة فيها خلاف وهناك أيضا صفات عارضة لكنها مهمة في الأداء مثل المد والقصر والتحريك والتسكين والتفخيم والترقيق والإظهار والإدغام والإخفاء والقلب بكل هذه صفات عارضة لكنها ضرورية في الأداء أيضا مراعاة ما يطرأ على الحروف حال التركيب وهذا تكلمنا عنه من مهمات التجويد وكذلك إحكام النطق بالحروف بالضمة والكسرة ولذلك أبو عمر لما تكلم عن من لم يأتي بالحروف على صفتها ويوفيها قال من غامض التلاوة فلا يميز بين صاد وسين ولا بين مخفف ومشدد ولا مرقق ومفخم فالمشدد والمفخم والمضموم والمكسور والمفتوح لا بد أن يؤتى بهذه الأشياء على حدها وعلى حقيقتها وعلى ترتيبها وعلى مراتبها وقد تكلمنا عن هذه الدقائق كثيرا واستوفيناها في دورة دقائق تجويدية وهي منشورة منذ ثلاث سنوات تقريبا على اليوتيوب وفيها فوائد نفيسة إن شاء الله ترجعون إليها دورة الدقائق التجويدية أو دورة الدقائق التجويدية موجودة على قناة المقرآة على اليوتيوب أيضا مراعاة كمالات الأداء يعني كمالات الأداء مثل مثلا بعض الكلمات مثلا نحتاج أن نضغط على مقطع معين مثل فقاست قلوبهم ما نقول فقاست تكون من الفقاست فقاست من القسوة مثلا وإن الله لمع المحسنين لمع اللام زائدة ومع حرف دخل عليه للتوكيد مش لمع لمع من اللمعان لا يعني يروي أحد المشايخ أن أحدهم قرأ هذه الآية بهذه الطريقة وإن الله لمع المحسنين فسأله سائل من القصاصين الوعاظ لبعضهم يعني لا يتثبت من يعني العلم فقال له يعني وما معنى لمع المحسنين قال أي أن الله عز وجل يكس وجوه المؤمنين نورا فتلمع وتتلألأ وإلى آخر وإنما أوتي هذا المسكين من الأداء الخطأ الذي قرأ به الآية ومن ثم تبادر إلى ذهنه الفهم الخطأ ولو أنه سكت لا كان أسلم لهم فمثل هذا مثلا الذي يقرأ مثلا والسماء هذا الذي يسمون القراء الترعيد أو الترقيص في حروف المد أو مثلا أنه مثلا يقول يعني يعني يأتي بالغنى على كم طبقة مما يسمونه التطمين فهذا كله من الأشياء التي يعني يعني الطالب إذا ترقى في الأداء وفي الضبط يضبط هذه الأشياء فيجتنب مثل هذه الأمور وأيضا من الأشياء المهمة دراسة بعض المكملات الضرورية لعلم التجويد وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى أله وصحبه المعنى